حمزة، أول شي، أنت من أين؟ من مدينة المنورة في السعودية طيب، من أي حي مدينة المنورة؟ من حي الجمعة أنا كنت بفكرك من حي الساحة؟ الساحة، والله ما أعرف حي الساحة وكيف أنا بعرفها لك؟ ما أعرف، أنت فجأتني أنا فجأتك؟ بس بدي أقول شغلي لحمزة أن حمزة رح يفاجئ كل المشاهدين اليوم شاء الله أي اهتمامات لحمزة عندوا إياها؟ العلماء، أنا اهتمام العلماء دائماً أتفرج عنهم وأبغير أعرف قصتهم يعني يعني أعظم العلماء على مرة التاريخ أنا أعرفهم تعرف أعظم العلماء على مرة التاريخ؟ أيوه أدي عمرك؟ عشرة أنت ليش مهتم بالعلماء تحديداً يا حمزة؟ لأن أنا أطموح أن أكون عالم فأحب أعرف القصص اللي قبلي سبقون يعني قف، اللي سبقوك عم بتقول تحية إلك لأنه أنت عندك حلم تصير عالم رح تصير عالم يا حمزة إن شاء الله بأي اختصاص بتحب أكتر شيء؟ أبقون عالم راضيات أو أكون عالم كيمياء حمزة؟ نعم نعم تحدي صغير أنت وأنا؟ يوه يلا هيدا مين؟ ستيفن هوكينغ هذا مصطفى السيد مصطفى السيد هو عالم مصري متخصص في العلوم متخصص في الكيمياء ماريكوري هي عالمة بولندية وهي أول عالمة أنثى تصل على جائزتين نوبل وتوفى في ألف وتسعمية أربعة وتلعتين صح الفريد نوبي الدكتور أحمد زويل الله يرحمه توفى في ألفين سطباشا إسحاق نيوتن وهو ممتد في قانون الجاهبية وقانون الحركة هيدا مين؟ الجاهب سمية بسجاحب بسبب جحوظ عينه ينزيك كده عيونه وكان هو عالم في علم الحيوانات واللغة العربية وأشهر كتبه هي الحيوان والبخلاة عباس بن فرناش عباس بن فرناش هو أول من حاول الطيران طيب يلا هيدا مين؟ هذا ابن سينة ابن سينة هو طبيب ولها يعني أكثر من مائتين كتاب وأشهر كتبه هي القانون في الطب صح ولقبه بأمير الأطباء هذا الإدريسي بسم الله الرحمن الرحيم هذا أبو بكر الرازي أبو بكر الرازي هو أشهر طبيب مسلم وسميه بأبو الأطباء طيب طل عليه طل على وجهه حجب حجب لك كوابيس أنا قلت والله لو تعالج عنده أقول الشهادة قبل لا أدخل وأغمض عيني ليش؟ يخوف قسم بالله يخوف ولكن عالم عربي نفتخر فيه هذا ابن الهيثم ابن الهيثم ابن الهيثم كان ساهم في تطوير الكاميرا التي كان اسمها القمرة قف؟ إن هلأ عم بتقلي كاميرا جاية من الكلمة العربية القمرة؟ الكاميرات اللي إحنا ما نستخدمها حاليا هو هذا اللي بدأ في يعني هو اللي بدأ في نظرية الكاميرا هيدا؟ هذا الفرابي كان يلقب بالمعلم الثاني وكان معلم الأول هو أرسطو هذا ابن البيطار ابن البيطار سمي ابن البيطار على اسم والده الذي كان بيطارين مشهور في بلده وكان السبب وفاته كان يريده أن يجرب دواء لكن الدواء الطليل فيه اسم ومات هذا الخوارزمي المختارع علم الجبر والرقم الصيفر أنت ملاحظ أن أهم العلماء هنه علماء عرب؟ إيوه وأنا أفتخر إنهم هدول عرب ألبريت آينشتين هادي لعبتي ألبريت آينشتين شو يعني هيدا لعبتك؟ هذا أكتر عالم أعرف عنه غمد عيونك افتح عيونك بسم الله ألبريت آينش حمزة ما هو أهم اكتشاف للبيروني؟ أهم اكتشاف للبيروني إنه الأرض تدور حول محوارها ولا تدور حول الشمس حظيم سيد ألبريت آينشتين مذهل، مبهر شو بدك أقول لك بعد؟ باسم والده لحمزة من المدينة المنورة إلى استوديويتنا في بيروت سؤال لباسم رؤية 2030 أي دور يطمح باسم الأب لابنه حمزة بضمن رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية 2030 إن شاء الله يكون من العلماء اللي يشرفوا بلدهم أو يشرفوا نفسهم إن شاء الله كمواطن سعودي ويكون عندي حسن ظن أبوي، أنا متأكد إن إن شاء الله سيكون حاجة كبيرة حمزة مش رح بس يشرف وطننا المملكة العربية السعودية رح يشرف كل الوطن العربي ومثل ما كنا رائدين بالعصور الذهبية سابقاً مع أطفالنا من العصر الحالي رح نرجع على هيدا على هيدا الموقع الريادة العالمي إذا عجبكم الفيديو تغطوا لايك وشير ولما زيدنا الفيديو سبسكرايب بقناة مالك مكتبة الرسمية تورن اون نوتيكيشنز لتعرفوا كل شي حصري بسرع القناة تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا